السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد من سلسلة بت او بايت. المتشابهات في الانجلش. ان شاء الله النهاردة كلامنا عن اربع كلمات مهمة وهي كمان يا ترى الفرق ما بين الاربع كلمات وازاي نقدر نستخدمهم بشكل سهل. نبدأ الاول بكلمة يعني جائزة او مكافأة. بتستخدم كاسم وكمان يعني فعل. ولو كفيرب يعني بتستخدم بمعنى يمنح مكافأة. او بان اتشيفمنت. او بان اتشيفمنت. او بان اتشيفمنت. يعني دي جائزة للاعتراف بتحقيق او بانجاز شيء ما. ها. دي جائزة بيتم منحها ويعطاها كاعتراف وتأدير ها? لتحقيق شيء أو إنجاز شيء مع The award The award is always associated with something good هي دايما مرتبطة بشيء جيد هي جائزة بتعطي تأدير لشيء جيد The award is always given by someone دايما بيعطيها شخص The award D دايما بيعطيها شخص هي كمان physical entity Physical entity شيء مع D زي كاش ها ها هدي فلوس كاش ها هدي ميدال ميدالية ها هدي برايز جايزة هدي جيفت هدية ترافي كاس فتو كلها حاجات مادية الحاجات اللي انت بتمنحها كاورد يعني هو بيمنح منحة لمدة أربع سنوات لنتائجه الجيدة المستمرة يبقى هو بيمنح منحة لمدة أربع سنوات كتقدير مكافأة لنتائجه الجيدة والمستمرة نجي بعد كده ليه ريوورد معناها مكافأة أو جزاء ريوورد يعني مكافأة أو جزاء دي كمان بتستخدم كانون وذيرب اسم وكمان فعل هي شيء بيعطى لشخص تقديرا أو مكافأة على شيء هو عمله يعني بتعطى للشيء الجيد وكمان الشيء الغير جيد يا الشيء السيء لشيء جيد لأكشن جيد وكمان غير جيد شيء سيء هي كمان مش شرط يعطيها شخص소리 من الأورد بيعطيها شخص لكن مش شرط يعطي tenía شخص ممكن تكون ماني ممكن تكون فلوس وكمان ما هو الشرط انها تكون شيء مادية. ممكن تكون مدحة او حب. بامضح شخص او بحب شخص لحاجة حلوة وعملها. فدي اسمها ايه? اسمها ريوورد. ريوورد ستودنس. ان اكسترا فايب منتس اوف ريساس. ان اكسترا فايب منتس اوف ريساس. فور جود بيهافير ان كلاس. هنا بيمنح بيكافئ الطلاب بخمس دقايق فايب منتس بريك. راحة. ده مكافأة على تصرفهم وسؤلكم الجيد في الفصل. نيجي بعد كده لكلمة ريووردينج. نيجي بعد كده لكلمة ريووردينج. معناها مكافأة او مجزي. مكافأة او مجزي. معناها giving a reward. giving a reward. especially by making you feel satisfied. that you have done something important or useful or done something well. اعطاء جائزة. اعطاء مكافأة بتخليك راضي. انك فعلت الشيء مهم او شيء مفيد. او فعلت الشيء بطريقة جيدة. تيجي كمان بمعنى providing a lot of money for a person company or organization. ومعناها توفير الكثير من المال لشخص او شركة او منظمة. life for the successful doctor can be emotionally and financially rewarding. يمكن ان تكون حياة الطبيب الناجح. يمكن ان تكون حياة الطبيب الناجح مجزية عاطفيا وماديا. نجي بعد كده لكلمة word. word يعني a room in a hospital. a room in a hospital which has beds for many people. often people who need similar treatment. often people who need similar treatment. عبارة عن حجرة في مستشفى بها اسرة للعديد من الاشخاص. فيها كده سرير للمرضى. وغالبا المرضى دول بيكون عندهم او محتاجين علاج متشابه. وغالبا المرضى دول بيكون محتاجين علاج متشابه. او فيه تشابه في معالجتهم. ده معنى award. ده معنى word. she works in the geriatric world. she works in the geriatric word. انها تعمل في قسم الشيخوخة. انها تعمل في قسم الشيخوخة. كده النهاردة تكلمنا عن الفرق ما بين award و reward rewarding reward بالتفصيل. يا رب تكون الحلقة عجبتنا وان شاء الله استنونا في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.